مرحبا اهلا وسهلا فيكم درس جديد معكم الاستاذ مصحب الصوم الموقع منهاجي معنا اليوم الدرس الثالث لمادة اللغة التركية للصف الثامن عنوان الدرس اليوم عجلة قرار لا تعطو القرار بعجلة او بسرعة اجل طرورة أعطو القرار بعجلة لا تفهم اجل طرورة لها كان يكن في مصحب الص rewards قرار��� الرقار معنوا غاين يوماناattan تحصل حاجanu قرار substance والسكراق من الاستر parish الساحبين د aesthetницы انليه عزز معنا عائلة الإحضاء الذي ما وزناء لم harness اشتركوا في القناة 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 ومعرفتنا ومعرفتنا في الوقت على الأشياء فارغة وفاضغة يقاردك ديهمتها في براء كملة ديهم لفوا اللي استعملنا هاي شفنا معانيا ها بي جملة دلرة ديستان بير دون يعتدلار بشينة تقمشه انه دا تهلية سيركيوهورد باشينة دولت كشو كونمش شك زنجن علمشت اهل صالحة روحة دخلتن دلتان بهذه الممكن أتى تقلل اشخاصي اشخاص صورة متنه لم أتحدد 3. كرال كان يتيار أترابرة الملك بغار من القروي العجوز لأنه يمتلك لأن هذا احتيار العجوز عنده حسان أبيض كتير جميل ثماني اتكالي احتيار كويلة ات kayboldtıktan sonra نالي سيئلن اشقال رجل عجوز بعدما دع حسانو الأشفر بالنسبة له من المدرسة المدرسة للفيديون لأن الآن حسان من دعements اليوم كتير وجوده حسان وأنه يوجد دعاقه سبب لشيء جميل ومفرح Acele 3. سؤال Acele karar vermemek ihtiyar köylüye neler kazandırmıştır? كيف شوكاً الفوز وشوكاً تل أشياء الربحة العجوز بعدم اتخاذة قرار سريع ihtiyara durumlar hakkında sağlıklı düşünme ve beşim hükümlü olmamayı kazandırmıştır. Böylece durumlar karşısında soğukkanlı kalabilmekte bir durumu her yönlü ile değerlendirebilmektedir. إذن كأن رجل عجوز هذا و تصرفات حكيمة و تصرف بشكل صحيح ولذلك في هذه الحالة بيوتل هذه الحالات تصرف بشكل سليم و صحيح و بتأني هو أفضل حلول و الطرق. 4. Diğer köylülerin ihtiyar köylüye karşı davranışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? كيف قيمة تصرفات و معاملة القرار والأخرين مع العجوز أrecelece davranmaktadırlar و قامة بالمتعة و هذا يصبح انها تصرف بشكل صحيح و هذا يصبح انها تصرف بشكل صحيح و هذا يصبر بشكل صحيح و هذا يصبح انها تصرف بشكل صحيح و هذا يصبح انها تصرف بشكل صحيح سوف أعطيهم على نتائج خاطئة كبيرة لو تزور قرار غير كان نصل دوران ما مززته لما أعطى لو تزور قرار كيف كان بدنا كيف كان بده إنه نحن يتصرف بو نصيحات ليلغيلي دوشن جلاري نزل ليلدر وشو نحن أفكارنا اللي بعلاقات بتتعلق بهاي النصيحة عجلة كرار غير مميك غير كتيني كان بده يقول إنه ما لازم نعطى من الضروري إنه ما نعطي القرار بعجلة هل تنكتشو كبير ديلي منه باكب تمامو حكم ده كرار غير مميكتين ما فينا نحن بنحكم على حياء وحتى على كتاب معين مثل ما شفنا فوق من خلال العنوان أو فقط الكلمة الأولى طبعا وشنجات كلك نجلان من راجو شمال لار كات كات بيك بروردو إلى صالدر مش إذن بعد كم أسبوع أخرى كم أسبوع آخر جيش العداء أتوا بجيش وهجموا بجيش كبير جدا كرار وأنه على حق وأنه على حق وجهة نظر القرويين كيليلرينجورشو يعني ليش ما باع الحصان وهذا أكيد رح يسرقوه وما رح يتركوه رجال الملك طبعا النهاية اللي صارت النتيجة في الحدف أعط قريدون مش الحصان رجع عاد من جديد أعطني كايبولمسو ضياع الحصان وجهة نظر القرويين أنه الحصان هذا مباق وما في شي أو صار في شي آخر على الحصان مثل أنه قتل أو شي طبعا النتيجة اللي حطت في الرواية أعطني إذن عاد الحصان وبيجانبه حصانا آخران جدا جميل إذن رجع الحصان ومعه غنيمة كمان عنده حصانين كمان زود اهتيار أولون آتان دشمسي إذن سقوط ابن الهتيار من الحصان وجهة نظر القرويين شمد أنا كيمسان باكما يجا أرتك يشم على الرن كيف زر أنه هذا ما رح هذا يطلع عليه بعد اليوم ما رح هذا يهتم فيه ورح تكون حياته جدا صعبة طبعا نهاية الحدث اللي صار شكان سواشتان دولاي شوفوا بالنتجة الحرب اللي طلعت تم أخذ جميع القادرين على حمل السلاح إلى الحرب ولكن كان سقوط من حصان خير لأنه ما عاد فيه روح على الحرب وما راح على الحرب وضل عايش وهن قتلوا بالحرب شوفوا كيف يعني أحيانا تكون نتائج كويسة جميع أخذ السباب إلى السبب من العصقرية لكن أخذ السبب إلى السببين لغضانهم بكثيرين قالوا أن أبنوك تيركن يعني محضوظ أنه انتهت تغير الأفضل الطبعاً النهاية صوفان صورة لا كان معروف أن تكون هناك حرغم 5. اتلالك المنظمة أن يتأмент على الانتقال ونظروا من النهاية فتبعوا أن هذه التعامل عم يقول محادثة على حول قرار نحن اتخذنا في حياتنا وشو كانت النتائج اللي مرتبطة بهذا القرار نحن نطيكم مثال نحن علاكم ونشمع انتم فيكم تعملوها مثلا هانقي طاكموتوتماكستدينيز بيسونونجوندا طاكمنزلا ارانزدا اولوشان باغي انراتها باليرسيز يعني احنا على شو نحن عم نشجع اي فريق وشو النتائج اللي صارت مع هالفريق بعد ما نحن شجعنا آلتنجا يتكليك النشاط اساس اصاردك جمللر ده جتن ظرف فيلرين آلتنه چيزي بجمله كاته آنلمه ياي اي راج ايتي نيازنز عم يقول خلينا نحدد ظروف الافعال اللي مرت معنا في الجمل راح تمر معنا في الجمل بالاسبل وخلينا نحدد انه هذا ظرف الفعل هذا اجاشو يعني ظرف حالي ولا ظرف زمان ظرف مكان حابري علر علماز eve koşتو طبعن هذا كان ظرف زمان bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan özür dilemişler durum طبعن هذا كان في حالي toplanıp yani تجمعو حابريق دارف حالي وليس زمان طعن مكول جمل فيها دروف فل في بعضها ما فيها حياتي كشخص درقم حياتي كشخص درقم طبعن هذا تاريخي بلمدن طبعاً هاي الجملة ما فيها أي ضرف فعل شوفو كيف أجدينجيه بني متلقى أرى طبعاً أكيد هاي ما فيها ضرف فعل جدينجيه ما تعتبر ضرف فعل أرادان 15 gün geçmeden أرادان 15 gün geçmeden أرادان 1 gece ansızن دونمش تانه تانه geçmeden صيغة استثناء الفعل من الحدث طبعاً هاي ضرف فعل ونأجد بي زمان معنى زماني يدينجيه تكيلك ضرف فعلارك كسا بير بارغراف yazınız كلاندığınız ضرف فعلارك الضرف فعلارك فلنستعمل بينا صغير ضرف فعل ونحط خط بتحت ضروف الفعل طبعاً النص اللي كتبناه ضروف الفعل فيه راح نحددلكم إياه نحن الآن أشب هاي أول آآ جيريش آآ جيريش عفاً جيريش اسم فعل آآ يورارك بي المدن بس هاي يدروف الفعل آآ سكينزينجي اتكليك هاياتة عالدهنز يالنش قرارار اجين غنالك لكيش كه دور كرار دور كرار لال اجين ده ايكي افادة سيني كلامرس بنا قريق الشرده كيفادة لري تمام لينز عم يقول نحن بالقرارات اللي نتخدها بحياتنا نستعمل كيش كه للقرارات الخاطئة انه ياريت كان اخدنا غير شي و آآ ييكي يعني كويس يعني الحمدلله انه نحن اتخدنا هاد القرار فالآن بدنا نشوف نتحدث حول الجمل اللي موجود كيش كه كيش كه كيش كه كرجو سجلري سويلة مسايدة يعني ياريت البارح ما قلت لصديقي كلمات مزعجة او جارحة إيكي böyle برعائلة تو بيوم شاصلة صحيبولدنا الحمدلله انه انا كان الي نصيب انه اكبر بعصدها يلعائلة ايكي لهم ب Luisط zoom ايكي لهم بحياتنا اوهم ده santم المجترين الهم دهنا بعد اشته ليس وقرامات يتكلم يعني الحمد لله أنه أنا عرفت يعني من جيد أنه عرفت أنا قيمة الشيء اللي أنا وصلان له وأنا بعرف كمان على شو عم أسعى وأنا الحمد لله أيضا أنه ما بيزعل من حدا أنه لازم أنا ما أسعى من حدا وأيضا لازم ما بقول بأي شكل وما بتصرف بأي شكل جارح مع حدا طبعا أزائي الطلاب انتهى معنا درسنا لليوم كان معنا درس تالت اليوم للصف الثامن مادة اللغة التركية لا تنسوا معنا لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرسة لنظار على اليوتيوب شكرا